السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تغيير المتصفح الافتراضي في الويندوز 11 إلى جوجل كروم أو أي متصفح آخر فلا تنسوا ندعمنا باللايك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل اللي تحتاجون تسوونها تروحون على قائمة إبدا تضغطون كليك يمين بعد كذا من هنا تروحون على خيار الستينج أو الاعدادات رح تفتح معاكم هذه الواجهة من هنا تروحون على الأبس أو التطبيقات وبعد كذا تروحون على ثالث خيار الهدفولت أبس تضغطون عليه فهنا يا شباب فيه طريقتين الطريقة الأولى أنكم تبحثون باسم البرنامج من هنا والطريقة الثانية أنكم تدورون البرنامج بهذه الطريقة فإحنا نحتاج متصفح جوجل كروم تضغطون عليه فالآن يا شباب لو تلاحظون عندنا المتصفح الافتراضي فايرفوكس فلو تضغطون على هذا الخيار وبعدين تختارون متصفح جوجل كروم بهذه الطريقة تضغطون set default هذا الخيار وبعدين الخيار الثاني نفس الطريقة تضغطون جوجل كروم و set default وأيضا يا شباب تقدرون تختارون هذا الخيار لو set default ورح يسوي لكم جوجل كروم هو المتصفح الافتراضي فلو تلاحظون عدلنا أغرب العددات إلى متصفح جوجل كروم أما هذه يا شباب خيارات إضافية تقدرون برضو تغيرون متصفح فيها تخلونا متصفح جوجل كروم أو أي متصفح آخر فالآن يا شباب لو تلاحظون غيرنا المتصفح الافتراضي في الويندوز 11 إلى جوجل كروم فهذا كان يا شباب شرح اليوم إذا حابين تعرفون أكثر على الويندوز أو التطبيقات الأخرى اشتركوا معنا في القناة نشوفكم على خير مع السلامة